قدمت دار الأوبرا حفلاً ضمن برنامجها الرمضاني لشيخ المنشدين ياسين التهامي وفرقته على المصرح المكشوف يأتي ذلك استمراراً لفعاليات الثقافة المصرية خلال شهر رمضان وسط حضور جماهيرية في أجواء روحانية ونسمات رمضانية استقبل المصرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية عشاق فن الإنشاد الديني حيث كانوا على موعد مع شيخ المنشدين ياسين التهامي الذي قدم بصحبة فرقته روائع أناشيده التي أمتعت آذان الجمهور وقلوبه التنظيم جميل ما شاء الله والجو روحاني وجو إيماني جميل ما شاء الله نحن على طول أزام متعودين مع الشيخ ياسين كل سنة يتحفن بهذه اليال الروحانية والشيخ ياسين من أهل الله من أهل الصدق ومن أهل الإحسان اللي يتحبوا في كل مكان والكل ما شاء الله يعني كل المشاركين بيحبوه ما شاء الله لقوة الله يعني ربنا يبارك في الجميع بصراحة أنا مبسوطة جداً أول مرة أجي وإن شاء الله سيكون مبسوطة يعني في حاجة بالنسبة لي جديدة وكويس أن الأوبرة بتعملها في رمضان كمان لأن بتدي فرصة للناس أن هي إيه يعني بتحضر حفلات زي التهامي وأنا بحبها أصلاً كشخص يعني حرصين على اليوم بتاع الأوبرة ده الحقيقة بيكون يوم منظم ويوم جميل بخلاف الحفلات اللي بتبقى في الموالد وفي الحاجات ديات الواحد بيتمتع وبيستمتع باللقاء مع الشيخ ياسين تضمن البرنامج مجموعة من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التي نجح من خلالها الشيخ ياسين التهامي في تحقيق انتشاراً واسعاً وقاعدة جماهيرية كبيرة الشيخ ياسين التهامي يعتبر زعيم المدحين زي ما بيقوله وأحب أسمع له ياريت يعني ياريت إياك أنتاي أس اللي هو بيقولها جميلة الأجواء جميلة جداً وأجواء روحانية والصهرة جميلة رمضانية وطبعاً أنا مع الشيخ ياسين وبحب أول مرة أحضر له حفلة الصراحة يعني أنا جاي من السعيد عشان أحضر له حفلة أصبح الإنشاد الديني في الفترة الأخيرة له مريدي وعشاقه خاصة خلال المناسبات الدينية كما شهد تطويراً غير مسبوك تمثل في إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية أحمد الحسيني التلفزيون المصري